ملف قضية الفساد المعروف بسونتراك واحد يفتح أمام محكمة الجنايات بالعاصمة وهي القضية الساخنة التي تحمل تسعة عشر متهما من كبار المسؤولين في الشركة النفطية من بينهم مديرها السابق محمد ميزيان واثنين من أبنائه وبالرغم من أن المحكمة أجلت النظر في القضية إلى الدورة الجنائية المقبلة بدعوى انسحاب الدفاع ورفضه تأسيس الخزينة الحكومية كطرف مدني لصالح الشركة ويرى العديد من المتابعين بأن فتح ملف فساد سونتراك أمام العدالة الجزائرية بداية السنة الحالية يشير بأن السنة الجارية هي سنة فتح ملفات الفساد المتعددة التي وعد بها الرئيس بوتفليقة خلال انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية رئاسية رابعة العام الماضي في حين أن حملته الانتخابية كرست خطاب مكافحة الفساد ومن أبرز ما وعد به المترشح والرئيس بوتفليقة تعزيز التشريع بغية توسيع مجال عدم قابلية التقادم إلى كل أفعال الفساد وضمان الحماية الفعلية للشهود والمخبرين وإقرار إجراءات لاسترداد الأموال المتأتية من الفساد وسبق في غمرة حملة بروز سلسلة فضائح رشوة سنة 2012 أن افتتحت الحكومة مركزا جديدا لمكافحة الفساد يعمل فيه ضباط شرطة وقضاته وقالت السلطات القضائية بأن الديوان الذي تم تجشينه يعكس التوجه الصارم للدولة في قطع دابر المفسدين لكن لم يتخذ أي إجراءات ملموسة بعد ترجمة نانسي قنقر